الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ألمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع البنزان ألا تتغوا في الميزان وأقيم الوزن بالكسط ولا تفسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكلة والنخذات الأكمام والحبز الأسر والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربك ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان وله الجواري منشعات في البهر كالأعلام فبأي آلاء ربك ما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجن ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبأي آلاء ربك ما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يا نأشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ما تكذبان شكرا 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 شكرا